خلاصة بعد شهر انتهت بطولة الأمم الأفريقية بكوتيفار بالبطولة وسط أرقام يتم تحقيقها لأول مرة زي عدد الأهداف وغيره كوتيفار كمان اللي رجعت البطولة بهدف مزنبيق الثاني في مرمى غانا قدرت ترجع البطولة أو ترجع البطولة وتاخدها كمان أول مبارح انتهت بطولة أسيا بفوز قطر للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة حاسمة مع منتخب الأردن المجتهد هنتكلم مع الناقد الرياضي عبدالعزيز أبو حمر عن أبرز الإحصائيات والأرقام في البطولتين صباح الخير يا فاند صباح خير صباح خير على الجميع صباح خير كل المشاهدين صباح خير يا مصر كلمني على المباراة النهائية في بطولة أفريقيا شفتها إزاي طبعا زي ما كلنا شفنا أنه منتخب كوتيفار المنظم كسر القاعدة أو يعني رجع للقاعدة من سنوات الحقيقة أنه محدش من كل من الفين وستة محدش أي منتخب منظم ما بيقدرش يفوز اللقب يفوز باللقب منذ أن الفين وستة لما استضفتها مصر والحقيقة أنه منتخب قدوار توج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه زي ما حضرتك وقلت طبعا هو جاء من العدم وجاء من الخروج وبعد أن حتى بكى المنظم وعملوا كل شيء وأقالوا مدرب وأتوا بمدرب يعني المدرب المساعد جاء المنتخب الإفواري وحقق الإعجاز خلينه وصل لمباراة نحقية ويعني تول باللقب الثالث على حساب منتخب نيجيريا في المباراة طبعا اللي شفناها نيجيريا كانت متقدمة في الشرط الأول وحققت أول هدف فكلنا اتفاجئنا بعد كده الآية ألبت نعم طبعا نيجيريا تقدمت بهدف الأول وبعدين منتخب قدوار تقدم يعني تسجل هدفين من المفارقات في هذه المباراة أن منتخب قدوار كما كلنا عارفين كان بيخوض النهائي الخامس في تاريخه والحقيقة أن الأربع نهائيات الماضية لكدوار كلها انتهت بالتعادل السلبي لم يستطع أن يسجل هدف ولم يستطع أي فريق أن يسجل فيه هدف بما فيه لو نتذكر النهائي مع منتخب مصر اللي انتهى أيضا بالتعادل السلبي ومصر توجد باللقب بركلات الترجيح مبارح منتخب قدوار استقبل أول هدف في تاريخه في المباراة النهائية وسجل أول هدف أيضا أو أول هدفين في تاريخه أيضا في المباراة هذه كانت من المفارقات العجيبة في النهائي بتاع نسخة 2014 من الأفكول النقطة الثانية أيضا أنه منتخب قدوار هو أول منتخب من 2006 أنه يكون المنظم ويفوس وطول تاريخ البطولة يعني ما حدش كان المنظم يعني من 2006 من آخر مرة فازت بها مصر ما كانش في حد يدر بعد كده أي منظم حتى مصر نفسها 2019 لما نظمت البطولة لم تحصد الرقب منتخب قدوار حقا جاء من العدم وللولا الهدف بتاع غانا نعم لولا هدف غانا كان زمان كونتيفور في موقف صعب جدا صحيح زي ما حضرتك قلت في المقدمة آه طبعا لهم هدف غانا وأيضا الملاحظة اللي عايزين نقولها طب هل فيه منتخبات يعني حصل لها نفس الموقف ده في البطولات قبل كده الحياة المنتخب كونتيفور أنه يطلع ويشيله المدرب ده كانت أول واقعة تحصل ويشيله المدرب جابه المدرب فيه المدرب فيه على فكرة له صورة شهيرة جدا في أمام منتخب مصر لما خسرت كونتيفور كلاعب والآن أفريقيا تحدث جميعها عن المدرب فيه وهو يعود بقوة ويتوج بلقب أمم أفريقيا كمدرب حياة زي ما حضرتك قلتي أن البطولة دي شهدت أكبر عدد من الأهداف وهو 119 هدف نحن عارفين طبعا أن أمم أفريقيا من أول نسخة مصر 2019 أصبحت ب42 منتخب والحقيقة أنه نسخة مصر اللي كانت 2019 شهدت 102 هدف النسخة الماضية شهدت 100 هدف اللي كانت في الكاميرون 2022 ثم جاءت هذه النسخة لتثبت أنها نسخة هجومية بكل المقاييس وذهبت إلى 119 هدف وإحنا عايزين أيضا نقول أن النسخة أيضا شهدت أكبر عدد من ضربات الجزاء و17 ضربة الجزاء لم يشهد أي نسخة لكذا هذا العدد من ضربات الجزاء وأيضا النسخة شهدت 13 بطاقة حمراء وهو رقم أقل ببطاقة واحدة من الرقم القياسي في تاريخ أمم أفريقيا الرقم الذي يتحقق في الكاميرا في حيات البطولة يعني نقدر نقول 14 حالة طرد بطولة سيادة السمعة في الكاميرا في 2022 بطولة كوتفوار 2024 شهدت 13 هدف معاكس طيب دلوقتي بعد تتويق كوتفوار باللقب الثالث ومعادلة نيجيريا في عدد الألقاب ما كانش فيه في النسخة دي فرصة لمنتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة بسبع ألقاب الحقيقة البطولة دي ثبت فيها أنها كانت بطولة يعني الحقيقة إيزي تو جودة ها كانت مليانة مفاجآت كتير البطولة السمعة طبعا الحقيقة أول مفاجآت طبعا منتخب خروج منتخب الجزائر دي كانت أكبر مفاجآة والحقيقة بسبب كده منتخب الجزائر تراجع للمركز السابع في تصنيف الفيفا دي برضو معلومة جديدة يعني إن شاء الله التصنيف بتاع الفيفا هيصدر يوم الخميس نحن بنقول أنه منتخب الجزائر كان أول مفاجآت شفنا بعد كده يعني منتخب السنغال أيضا وهو حمل لقب خرج الحقيقة أنا كنت شافي أنه يعني منتخب مصر ما كانش محسوس بالقدر الكافي وطبعا بإصابة صلاح اللي حصل عليها لغط كبير والأسف الشديد من بعض منا فينا أنه يشكد في وطنية اللاعبين لكن على أي حال إحنا أمام إن شاء الله يعني محلة جديدة في منتخب مصر وشوفنا طبعا المدير فان الجديد لمنتخب مصر حسام حسن وتكريم الكافي في المباراة طيب خليني بمناسبة ذكر منتخب مصر وكابتن حسام حسن خليني أسألك على شايف زي تكريم حسام حسن مدرب منتخب مصر كأحد أساطير الكرة الأفريقية مش المصرية بس من قبل الاتحاد الأفريقي طبعا ده حاجة كانت كويسة جدا وبداية مهمة للعميد في قيادة منتخب مصر طبعا حسن حسن تاريخه غني على التعريف هو لا يزال الهدف التاريخي لمنتخب مصر وإن شاء الله تكون الفترة اللي جاية لمنتخب مصر تكون جويسة منتخب مصر رغم أنه تراجع ثلاث مراكز عالمية في تصنيف الفيفا اللي أيضا اللي حيصدر زي ما قلنا يوم الخميس المقبل اللي أنه تقدم للمركز الخامس على مستوى إفريقيا وخلينا أرالك التصنيف لأنه إحنا برضو من فردين تقريبا في شاشة صباح الخير مصر منتخب المغرب في المركز الأول الأفريقية منتخب السنغال الثاني الأفريقية نيجيريا وبعدين آسف كنت قلت أن مصر الخامس مصر الرابع وبعدين كوت ديفوار وتونس والجزائر في المركز السابع ومالي في المركز الثامن والكاميرو في المركز التاسع وجنوب أفريقيا في المركز العشر للتصنيف اللي ان شاء الله حيطلع يوم الخميس منتخب مصر زي ما قلنا تراجع ثلاث مراكز عالمية صحيح لكنه تقدم على السلم الافريقي نظر لتراجع منتخبات زي تونس والجزائر وكوتيفوار في المرتبة الافريقية طيب قبل تولي حسين حسن تدريب منتخب مصر تراجع التصنيف لنا ثلاث مراكز وكوتيفوار عايزة عارف أبرز الأرقام في تصنيف الفيفا زي ما قلنا انه الحقيقة يعني منتخب مصر هو حتى في المباراة اللي هي اللي احنا طلعنا بها من الكاس أمم أفريقيا المنتخب مخسرش وده كانت فرصة كويسة جدا برضو لو كان منتخب مصر استمر في الحقيقة زي ما شفنا مثلا كوتيفوار كوتيفوار طلع بمركز 39 عالميا كان في المركز الخمسين تقدم 11 مركز نهاية بعد ما طبعا وصل للنهاية وتوت بلقب أمم أفريقيا اللي المرة التالتة في تاريخه منتخب مصر كان في المركز 36 عالميا في آخر تصنيف اللي صدر من الفيفا في تاريخ 30-11-2023 والآن منتخب مصر في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي في المركز كان منتخب مصر كان في المركز 33 منتخب مصر دلوقتي في المركز 36 عالميا وفي المركز الرابع إفريقيا زي ما قلنا بعد المغرب وبعد السنغال وبعد نيجيريا طبعا نيجيريا اللي تقدموا أيضا لنهائي بلنهم تقدموا أكثر من كوتيفوار عايفين نكون تقدموا أكثر من كوتيفوار زي ما قلنا أنهم تعثروا كثيرا في المسابقة وفي النسخة المنتهية ومنتخب مصر طبعا في المركز الرابع عالميا سوري الرابع إفريقيا 36 عالميا طيب قبل ما الوقت يدهمنا خلينا ننتقل لكأس أمم آسيا وكأس أمم أفريقيا اللي أقيمت في نفس التوقيت تقريبا منتخب قطر المنظم طويق باللقب الأسيوي ومنتخب كوتيفوار المنظم الأفريقي يطوج باللقب إزاي شايف الفرق بين الكورتين ولو رقميا حتى الحقيقة أنه طبعا هي تقريبا لأول مرة تقابل بوتوتين في توقيت واحد وطبعا برمجوا المباراة النهائية بحيث أنه يكونوا في يومين مختلفين على أساس أنه جاني إنفنتينو رئيس الفيفا كان موجود هنا في المباراة النهائية كان موجود في نهاية كأس آسيا قطر 2021 ثم بعد المباراة النهائية سافر إلى كوتيفوار لحضور نهائي أمم أفريقيا 2024 الحقيقة أنه فيه تشابه رقم كبير بين النسختين وإن كان رقميا كأس آسيا أثبتت ما أفضل نحن عارفين طبعا أن كأس آسيا في قطر تخطى عدد المنهور اللي حضر في 51 مباراة عدد مباراة البطولة تخطى المليون ونص المليون ونص متفرج الحقيقة أنه في كوتيفوار البطولة حقاقت نجاح جماهيري أيضا لكن لم يصل الرقم إلى هذا إلى مليون ونص تخطى المليون والحقيقة خلينا نقول برضو أنه تخطى الرقم بتاع أمم أفريقيا مصر 2019 في عدد جماهير أما بالنسبة للأرقام فإحنا نشوف أنه طبعا بطولة كأس آسيا أثبت عارفة منها ما فيهاش مركز تالي في التالي بتكون 51 مباراة أما بطولة أفريقيا في فيها مركز تالي في التالي بتكون 51 مباراة لكن لو جئنا على صعيد الأهداف المسجلة نحن قلنا أنه كأس أمم أفريقيا تسجل فيها في 52 مباراة تسجل 119 هدف أما كأس آسيا في 51 مباراة فقط تسجل 132 هدف الحياة المطولة كانت عامرة بالأرقام القياسية لأول مرة أن يكون قص مباراة لأول مرة في تاريخ بطولة كأس آسيا خمس مباراة تروح وقت إضافي لأول مرة يكون فيها 8 أهداف ذاتية كان صراع لأخطاء المدافعين وكان فيها لأول مرة 25 ضرب الجزاء لأول مرة خمس ضربات جزاء مهدرة ولأول مرة أيضا 20 ضرب الجزاء مهدرة الحياة أيضا بطولة كانت يعني مش كويسة خالص في الطرد حيث شهدت 11 حالة طرد بينما الرقم اللي هو القياسي للطرد في نسخة واحدة كانت في نسخة الصين 2004 وشهدت 17 حالة طرد الحياة البطولة كأس آسيا حققت نجاح كبير أيضا على مستوى التنظيم وإحنا شفنا في أفريقيا في كودفور أيضا البطولة كانت أفضل بكثير من جاحة التنظيم والأمور اللوجستية من نسخة 2022 في الكاميرون ودائما إحنا مش متخيزين لكن الحياة بقولت بالحقيقة أن نسخة 2019 من كأس الأمم الأفريقية اللي هي كانت أول نسخة بنظام 24 فريق تقام ورقمت في مصر وضعت المنظم المصري وضع يعني معايير متميزة جدا ووصل بالبطولة إلى مواصيل كبيرة تراجع شوية في الكاميرون الحياة 2022 لكن نبارك للأشقاء الأفارقة في جنوب أفريقيا هذا التنظيم إن شاء الله رب العالمين مصر داعمة لكل ما هو أفريقي وبإذن الله يعني تكون هذه الانطلاقة جديدة للكرة الأفريقية والأهم تكون انطلاقة جديدة مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لأننا طبعا يعني وحشنا نشوف منتخب مصر على يعني تتوين الناقد الرياضي عبدالعزيز أبو حمر بشكرك شكرا جزيلا على شرحك الوافي وتحليلك للبطولتين مشاهدينا خلصت كده نشرتنا الرياضية وتفاصيلها وتحليلاتها بيانة العفاصل وبنرجع لكم مرة تانية